سأناقش تدعية هذا الصراع على الواقع الحالي الآن اللواء أبو بكر إبراهيم أحمد الخبير العسكري واللواء السابق في القوات الجوية سعادة اللواء أهلا بك طيب انحياز عبدالعزيز الحلو للدعم السريع كيف يمكن أن يكون فارقا في الصراع ما بين الجيش والدعم السريع التحية لك ولمشاهدينك في البدء يجب أن نؤكد ونثبت أن العنوان العريض الآن في السودان هي مآلات ما بعد الحرب الكل يعلم الكل وصل لغناعة أن الحرب في نهاياتها والدليل أن هيئة القيادة متمثلة في البرخان عبر نائبه عقار قدموا مخترح التسوية بعد الحرب كذلك أن أمريكا أعلنت أن الوقت أصبح مهسلا لوضع السلاح من الجانبين والجلوس للمفاوضات إذن أي تطورات في الموقف العسكري على الأرض لا يغير من هذه المفاهيم صحيح أن عبدالعزيز الحلو اتخذ غرارات معينة لكن وزن عبدالعزيز الحلو بالنسبة لوزن الدعم السريع ومعركة الخرطوم يعتبر صفر على الشمال ليس له الوزن الذي يمكن أن يغير في مسار الحرب هذه واحدة لكن ربما أنه شعر أن المآلات ما بعد الحرب أصبحت على المضدة فيريد أن يفعل شيء ليرفع من أسهمه أثناء التفاوض هذا رأينا لكن وفي الحال يقول أن الانشقاق أو الرأي السايد في الجيش وفي المواطنين يقول أن هناك اختلاف في وجهات النظر في معالات ما بعد الحرب الرأي العام داخل الجيش والرأي العام داخل المجتمع المدني وبنسبة 100% ترفقوا تماما الجلوس للمتمردين أين كانوا وترفقوا تماما الجلوس مع قحط وتعتقد أن هذه الكوارث التي أصابت المواطنين من سرقات ومن هجرة ومن اختصابات أي أن كانت المسميات إذا كان انضم حلو للدعم السريع أو خلافه فهذا هو الاختلاف بين رأي الشعب ورأي الجيش ومع المبادرة تبسعة لواء توقعك لأمن الولاية أمن الولاية في جنوب كردفان يعني توقعك لما سيفعله عبداليز الحلو عبداليز الحلو عنده عدد كبير من القوات لكن هل ممكن مالك عقار يحاول أن يقف في مواجهة عبداليز الحلو أم مالك عقار سيكتفي بمنصبه كنائب رئيس ويترك الصراع ما بين عبداليز الحلو وما بين الجيش السوداني يعني أنا أريدك أن تركز على المنطقة الولاية نفسها جنوب كردفان والنيل الأزرع نعم أنا بالذات كنت في هذه الولاية لأعمال في التعدين لمدة أربع سنوات وأعلم تماما هذا الملف عبداليز الحلو وصحيح أن جيهات خارجية مدته بأسلحة متقدمة والهجوم الذي كان يتم في الفترة السابقة تم بعربات دفع رباعي تعتبر قادمة من الخارج لأنها جديدة عرباته كانت متهالكة والسلاح جديد إذن هناك جهة معينة أشعلت هذه المنطقة جنوب السودان لمعادلات ما بعد الحرب عبداليز الحلو في رأيي أنه له أهدافه الخاصة صحيح أنه نفذ أهداف الخارج لكن كل هجماته كان يركز على النهب والتمويل للغزاء لأن قواته تعيش في وضع مزري من ناحية اللوجستية أنا أعتقد أن عبداليز الحلو سيميل نحو التفاوض لكن يحاول بقدر الإمكان أن يرفع رصيده أعتقد أن علاقة البرهان مع الحلو علاقة حميمة ويستطيع الحلو مع البرهان أن يصلوا إلى مخرجات ترضي الطرفين أنا سأعود إليك مرة أخرى ساعدت لكن هناك تطور آخر في منطقة أخرى في السودان وهي على الأرض هناك ولاية الجزيرة بتشهد تطورات دراماتيكية بعد إعلان قائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل التحقه بالدعم السريع مع قواته ما يعزز من احتمالية توسع القتال جنوبا وعقب الإعلان أفضت مصادر ميدانية بتعزيز الانتشار الأمني ونشر الحواجز العسكرية لقوات الجيش السوداني في ولاية الجزيرة كما شنت سلطات الأمن في مدينة ود مدني حملات اعتقال على الباعة المتجولين خشية تشكيلهم غطاءا محتملا لمتسللين من الدعم السريع وكانت قوات الدعم السريع حققت تقدما ملحوظا جنوب ولاية الجزيرة وسعت من نطاق سيطرتها إلى منطقة النوبة على بعد نحو أربعين كيلو متر داخل للولاية من الجهة الغربية للنيل الأزرق في حين تعد منطقة الهلالية على الطريق الموازية من الضفة الشرقية للنيل الأزرق آخر سيطرة للجيش وبالتزامن منعت السلطات الأمنية في الولاية كل الأنشطة غير المؤيدة للجيش بينما أعلنت السلطات عن حظر تجول محدود وتقييد للحركة أعود مرة أخرى للواء بابكر إبراهيم أحمد الخبير العسكري هو معي من القاهرة تبسعت لواء الجزيرة أيضا هذا التطور في الجزيرة ليس في صالح الجيش أنا كما قلت لك أن الحرب تطورات الحرب على الميدان لا تغير من المخرجات أو مآلات مع بعض الحرب القوات درع السودان التي يتزعمها كيلك هذه القوات أنشأها البرهان وتحكم فيها الاستخبارات العسكرية والغرض منها كان في حالة هيكلة الجيش وتقول الدعم السريع إلى الجيش كان هناك هدف لابد من إحداث توازن بين الدعم والسريع خلاف ذلك من يملك السلاح يملك الغرار إذا حدث ذلك كان حميتيه الغرار عنده تتكلم في يوم واحد عبد العزيز الحلو في كردفان يقف مع الدعم السريع وأبو عاقلة كيكل ينضم إلى أيضا الدعم السريع يعني الجزيرة وجنوب كردفان كيلك أنا أوضح لك كيلك ما موقفه أوضح لك كيلك أولا قلت لك أن هذه القوات هي قوات أنشاه البرهان لأهداف استراتيجية ويعلمها إذا كانت حصلت هيكلة للجيش يحدث التوازن بين العنصر الشمالي وعنصر الدعم السريع لكن كيلك التمرد الذي حدث هو تمرد شخصي هذه القوات هي منتشرة في كل الولايات هذا التمرد هو في قطاع البطانة حتى في قطاع البطانة القيادات الأهلية قد أصدرت بيانات تبرأت فيه من كيلك وقالت أنه خرج من سيطرتهم أنا أعلم أن كيلك هو قد تمرد ومعه مجموعة بسيطة لا تتعدى أصابع اليد إذن هذه القوات تمرد كيرك لا يؤثر أما الحلو وانضمامه للدعم السريع الماضي يقول أن هناك عدم تفاهم واشتباكات وصلت لحد التغاتل بين قوات الحلو والدعم السريع في جنوب كردوفان فأنا أستبعد تماما أن يكون هناك حلف استراتيجي بين الحلو والدعم السريع للدرجة التي ينسق فيها لكن هذا التحرك كما قلت لك من الحلو هو مدفوع بالقوة الأغليمية والخارجية لإحداث توازن في الخرطوم أنا أحب أن أخطم أن كل هذه الأوراق في يد الغايد العام البرهان ونحن مواسقون في أن البرهان بحكمته سوف يجد المعادلة المطمئنة التي تخرج في النهاية لتلبية طلبات الشعب والجيش التي ترفض التفاوض شكرا سعاد لواء بابكر إبراهيم أحمد شكرا جزيلا لك قارن العاملون في الغاثة الإنسانية بين السودان وأوكرانيا والدعم الإنسان الدولي الذي يتلقاه كل بلد متحسرين أو غاضبين أو ناقمين على نقص تمويل ودعم العمليات الإنسانية في السودان مقارنة بالدعم المقدم في أوكرانيا ودانوا العنصرية في الاستجابة لأزمات متشابهة ضحاياها أطفال في دول أخرى وقال مدير مجلس اللاجئين النرويجي في السودان إن نظام التمويل الإنسان العالمي عنصري بشكل صارخ كما هو الحال في نظام الحماية الدولية مشيرا أنه يتم الترحيب باللاجئين الفررين من أوكرانيا في أوروبا حيث قدمت لهم مليارات المساعدات بينما تحتاج منظمات الإغاثة في السودان إلى التوسل لأشهر للحصول على ملايين الدولارات من المساعدات كما أن لاجئي السودان غير مرحب بهم وجوازات سفرهم ممزقة والتأشيرات لم تصدر ما قلص إقامتهم القانونية في بلدان أخرى ويواجهون عمليات الإعادة والترحيل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر